كوسم اجت على القصر بعمر صغير وكانت بريئة كتير لكن البقاء بالقصر العثماني كان يتطلب قوة وحنكة وذكاء وقتال بكل معنى الكلمة يا مرحبا فيكن مستمعينا بحلقة جديدة من سميتو شاي معك نايا وانا سوكينا ان شاء الله تكونوا بخير على مر الزمان وعلى امتداد الدولة العثمانية كان الحكم المطلق هو للسلطان وحده والحكم بالسلطان العثمانية مثل ما بتعرفه للرجال فقط على عكس الدول البيزنطية يلي كان يسمح فيها للنساء انه يستلموا الحكم طبعا بشرط انه يكونوا تزوجين لكن في شخصية نسائية مرت على السلطان العثمانية غيرتها بالمفهوم وحكمت لحالة لمدة 30 سنة ورغم انه المؤرخين بيختلفوا بوصفة هل هي حاكمة رشيدة وامرأة قوية او هي ام ظالمة الا انه بالتأكيد هي سلطانة غير كل السلطانات واقوى سلطانة ام مرت على تاريخ الدولة العثمانية لقبت بالام الكبيرة الوالدة المعظمة وام المؤمنين وغيرها من الالقاب مين هي وشو قصطة؟ خلونا نسمع سوا مثل ما حكينا بحلقة سابقة انه السلاطين كانوا يتزوجوا من جواري اجنبيات تم احضارهم على القصر بس من دون عقد قران ولما تصير والدي لأمير او اميرة بتعلى مرتبته وبتتسمى والدي سلطان يعني السلطاني الام والسبب كان لمنع وصول عائلات تركية باكملة للنفوذ والسلطة لانه لو كانت زوجة السلطان تركية الاصل فاكيد هذا الشيء بيعطيها قوة ونفوذ الى ولعائلتها باكملة بعهد السلطانة العثمانية كلها قلائل بس يلي تم زواجهم من السلطان بعقد قران نظامي من هون السلطانة مهبيكار كوسام يلي راح تكون محور حلقتنا لليوم السلطانة كوسام هي زوجة السلطان احمد الاول وهي تاني جارية بتتزوج بعقد نكاح شرعي بعد السلطانة هرم ويقال تاريخيا انه كوسام عاشت قصة حب خيالية مع السلطان احمد بدأت السلطان من لما وصلت كوسام على القصر بعمر صغير كتير وبتقول الوثائق التاريخية انه عمره كان 15 سنة بس وقت اللي وصلت على الاصر العثماني ومن اول ما شاف السلطان احمد وقع بحبه وصارت مفضلته وانجبت منه اربع امراء وخمس اميرات لكن للأسف قصة حب كوسام الخيالية ما دامت لوقت طويل لان السلطان احمد الاول توفى بشكل مفاجئ وعمره 27 سنة بس اسمها الحقيقة هو الكساندرا وهي من اصول يونانية خطفوها البحارة من بيتها وباعوها للقصر بعمر صغير صفية سلطان جدد السلطان احمد الاول اعجبت بجمالة كتير وقررت تجمعها مع السلطان احمد لحتى تزوجه ياها خاصة انه كان سلطان جديد وقته واستلم السلطة وهو بريعان شبابه ومن شدة جمالة سمتها مهبكار يعني وجه القمر ولاحقا حصلت على اسم كوسام وفي روايتين مختلفتين عن معنى هذا الاسم الرواية الاولى بتقول انه لشدة بياضة ولانه جلدة كان صافي وخالي من اي عيب سماها السلطان احمد بي كوسام اما الرواية الثانية فبتقول انه كوسام معناته الفتاة الامينة يلي بتعرف شو تعمل وشو ما تعمل الفتاة يلي بتلهم الطريق الصحيح للي حواليها ولانه كوسام كانت هي صفاته فاعطاها السلطان احمد هذا الاسم يلي فضلته هي على اسم مهبكار وصارت تعرف فيه كل حياته كوسام اجت على القصر بعمر صغير وكانت بريئة كتير لكن البقاء بالقصر العثماني كان بتطلب قوة وحنكة وذكاء وقتال بكل معنى الكلمة لكنها كانت ترفض كل مكائد القتل والترهيب يلي كانت تصير بالأصر وخاصة من قبل الوالدة سلطاني اللي كانت بوقته وهي السلطانة صفية جدت السلطان احمد واحد اقوى السلطانات بعهد الدولة العثمانية هذا الشي جذب السلطان احمد لإله لانه هو كمان كان صاحب قلب أبيض وكان يرفض قانون قتل الاخوة وقرر انه يبقي على حياة اخوه مصطفى وما يقتله رغم انه هذا الشي بنافي اعراف السلطانة وخلى كبار الدولة العثمانية يعملوا بلبلة حوالي وقته السلطانة كوسم قدرت بذكاءه وحنكته انه تغير بقوانين الدولة العثمانية وبسبب خوفه على أولاده ورفضه للقتل والدموية استغلت طيبة قلب السلطان احمد ورفضه لقتل الاخوة كمان وقدرت تقنعه بإلغاء قانون قتل الاخوة واستبداله بقانون تاني بيوقف سفك دم الأمراء الأبرياء يلي خسرت الدولة العثمانية كتير منهم على مر الزمن القانون الجديد نص على انه الحكم بيكون للاكبر والأرشد يعني في حال وفاة السلطان فالحكم بيكون بعده للأمير الأكبر والأرشد سواء من أخواته أو من أولاده الأمور بعد وفاة السلطان أحمد ما مشيت مثل ما خططت كوسم للأسف رغم قانون الأكبر والأرشد يلي المفروض يمنع سفك الدم كان في اقتتال على العرش أو ده بحياة الأمير مصطفى أخو السلطان أحمد والأمير عثمان الشاب أكبر أبنائه يلي بدوره تسبب كمان بمقتل أخو الأمير محمد وحكينا عنهم بحل أسابة وبعد الفوضى هاي ما كان بقي من العائلي الحاكمي غير أربع أمراء أكبرهم هو مراد وعمره عشر سنين بوقته لهيك تم إعلان الأمير مراد سلطان والدته كوسم الحاكمي الرسمية بالنيابي عنه لصغر سنه بصفة السلطان الأم بعرف الدولة العثمانية إذا كانت والدة السلطان على قيد الحياة فتسمى بالوالدة سلطان يعني السلطان الأمة المحاكينة وبحسب بروتوكول الدولة فهي بتجي بالمرتبة الثانية بعد السلطان من حيث المنصب والاحترام بين الشعب وشخصيات الدولة الكبار وبتكون كلمتها مسموعة بس بشرط ما تتدخل بأمور الدولة لمنفعتها الشخصية وتنشغل بس بأعمال الحرم لك وأعمال الخير لكن هذا الشي تغير بعهد السلطان كوسم وخاصة لما صارت الحاكمة النائبة عن السلطان ورغم إنها ما كانت تدخل بالسياسة بحياة السلطان أحمد إلا أنها استمرت بحكمة للدولة لمدة 30 سنة تقريبا أول مرة حكمت فيها لحالة بشكل مطلق كانت إلى جانب السلطان مراد الرابع مثل ما حكينا قبل شوي واستمرت فيها لمدة 10 سنوات لحتى صار عمر السلطان مراد الرابع 20 سنة وبلش بده يستلم السلطة لنفسه فقرب منه رجال كتير وأحاط نفسه بأتباعه وألغى نيابة والدته ويقال إنه بفترة العشر سنين اللي حكمت فيها كوسم بدل ابن مراد كان فيه نفوذ كبير لقادة الجيش الانكشاري يلي قربتهم السلطان كوسم منه وأعطتهم صلاحيات كتير ووقعت الدولة وقتها بفراغ كبير لأنه الأغنياء هنن بس اللي كانوا يقدروا يوصلوا للسلطة ورغم إنه هاي الفترة من حكم السلطان كوسم بيختلف عليها المؤرخين إذا كانت هي فترة مليحة أو فترة فراغ بالسلطة إلا إنه كل المؤرخين بيتفقوا على إنه السلطان كوسم قدرت تتحافظ على صلابة الدولة العثمانية وبقاءه لمدة 10 سنين وقدرت كمان تحمي حدودها وكل مناطق نفوذها وبيقولوا كمان إنه كانت معروفة بأعمال الخير لكتيره فمثلا كان عنده مبنى بنص المدينة وكانت تنزل السلطان كوسم كل يوم تحضر فيه الأكل هي وحاشيتها والطعم عدد كبير من الأشخاص بشكل يومي كانت كمان تعتني بالبنات الأيتام وتصرف على تعليمهم وتنشئتهم وتتكفل بمصاريف زواجهم حتى إنه كانت تتأمنهم زيجات بأشخاص مراسبين لحتى تضمن مستعبلهم بس لما ابنة السلطان مراد خلعة من منصبة ما قدرت تتأبل هذا الشيء وكان بالنسبة إلى ضربة قوية وما قدرت تتوقف تدخل بأمور الدولي خاصة إنه ما كانت بتوافق على سياسات ابنة ديكتاتورية يلي الشعب وكبار شخصيات الدولي كانوا أصلا منزعجين منها لهيك رجعت السلطاني كوسم تحكم الدولي بالسر ومن دون علم ابنة حتى إنه حاولت توصل ابنة قاسم للعرش بدل مراد لكن للأسف ما نجحت وتسببت بمقتل قاسم بعد ما عرف مراد بالخطة وقرر يقتله حتى ما يشكل خطر عليه ونتيجة لهذا الشيء نفاه على أصر يسمى بالقصر القديم لكن السلطان مراد ما عاش كتير وتوفى بعمر 28 سنة الأمر يلي فسح المجال لكوسم بإنه تحكم من جديد بعد السلطان مراد الرابع وصل السلطان إبراهيم للحكم وكانت الدولة بوضع صعب لعدم وجود وريث من بعده المشكلة الأكبر أنه السلطان إبراهيم كان عنده مشاكل نفسية وعقلية وكان بوضع عقلي غير متزن السلطاني كوسم رجعت استلمت دفة الحكم من جديد وانشغلت بأمور الدودة السياسية لكن هم الأول كان استمرار نسل العائلة الحاكمة عبت الأصر بالمعالجين والعارفين والجواري الجدد لحتى تقدر تعالج ابنه وتزوجه وبنفس الوقت استلمت الحكم وحكمت 8 سنين لجنب ابن السلطان إبراهيم يلي ما قدر شخصيات الدولة يتحملوا اضطراباته العقلية لأكتر من هاي الفترة فبعد 8 سنين بلشوا يثوروا وشجعوا على الاعتصامات والاحتجاجات وطالبوا بيخلعوا عن العرش واستلام ابن محمد الرابع من بعده لكن بعض المؤرخين بيقولوا انه حرص السلطانة كسعم على بقاءة بالسلطة خلاها تشيل السلطان إبراهيم من منصبه لأنه بلش يطلع عن سيطرته ويحاول يحكم لوحده حتى يقال انه هي يلي أمرت شيخ الإسلام بإصدار فتوى بقتل السلطان إبراهيم لحتى تحمي قوتها وحكمها ومن هون سماها بعض المؤرخين بالأم الظالمة يلي قتلت ابنه وفي روايات تانية بتقول انه بعد ما تولى الأمير محمد الرابع الحكم قررت والدته السلطانة ترهان انه تتخلص من السلطانة كسعم وفي روايات تانية بتقول انه بعد ما تولى ابنه الأمير محمد الرابع الحكم قررت والدته السلطانة ترهان انه تتخلص من السلطانة كسعم وزوجة السلطانة إبراهيم بضربة وحدة لحتى تقدر هي تكون السلطانة الأم الحاكمة ولعبة لعبة أقنعت فيها السلطانة كسعم انه تقتل ابنة السلطانة إبراهيم لحتى يقدروا يطفوا غضب الاحتجاجات اللي كانت متأججة وقتها وفعلا تم إعدام السلطان إبراهيم لكن الشخص اللي أعطى الحكم النهائي بإعدامه رح يضل مطرح جدل تاريخي وفعلا تم إعدام السلطان إبراهيم لكن الشخص اللي أعطى الحكم النهائي بإعدامه رح يضل مطرح جدل تاريخي بعد ما تم التخلص من السلطان إبراهيم رجعت السلطانة كوسام لتمسك الحكم بشكل رسمي وتم تنصيبة الحاكمة بالنيابة عن الأمير محمد الرابع يلي كان بعمر صغير وقته حكمت لمدة 3 سنين بدون رقيب لحتى ظهرت السلطاني تورهان والدة السلطان محمد على الساحة وبدأ الخلاف يكبر بيناتهم السلطاني كوسم المعروف بكونه أول من قام بالعديد من التجديدات داخل القصر وسياساته للأسف كانت الأولى بطريقة موتى حتى السلطاني كوسم المعروف بكونه أول من قام بالعديد من التجديدات داخل القصر وسياسته للأسف كانت الأولى بطريقة موتى حتى السلطاني تورهان كانت شديدة الحرص والرغبي بالوصول للسلطة بعد صراعات كتير بينه وبين كسام قررت كسام تشيل ابن تورهان عن السلطة وتوصل الابن الثاني لإبراهيم من غير أم ويقال أن السبب هو صعوبة السيطرة على تورهان وخوف كسام منها ورغبتها بالاستمرار بالحكم وحده لكن انقلب السحر على الساحر وبيوم من الأيام نظمت السلطانة تورهان انقلاب داخلي وأعدمت أتباع السلطاني كسام كل ياتون وأعدمت السلطاني كسام بقلب غرفة نومة بالحرم وبطريقة كتير بشعة وفي روايتين بتوصف مقتلة الأولى بتقول أنه كبير أتباع السلطاني تورهان لحق السلطاني كسام ليقتله لكن قاومته وهربت لجوات الحرم فخلع أحدى ستارات غرف الحرم وخناءها فيها وضلي شد الستارة على رأبتها لحتى طلع الدم من أنفه وأدانه من شدة العذاب أما الرواية الثانية فبتقول أنه تم خنأ بواسطة شعره لحتى يبين موته طبيعي وما يثير الاحتجاجات وهيك بتكون أول سلطانة بتموت قتل داخل الحرم وأضيف الألقابة لقب السلطانة المقتولة وبعد وفاتها صار في حملة اغتيالات اغتالوا فيها كل أتباعها واحد ورد ثاني وتم دفن السلطانة كسام بتربة السلطان أحمد يلي موجودة بجامع السلطان أحمد إلى جانب زوجة وأولادها ويقال أنه الشعب ظل بحداد لمدة طويلة ودخلت البلد بحالة اضطرابات كبيرة وحتى أنه كل الجوامع والمحلات سكّدت لمدة ثلاث أيام وليالي متواصلة أثار الشعب الاحتجاجات رفضا لتسلم السلطانة ترهان الحكم نيابة عن ابنه ولا مو وهي والجيش الانكشاري عن مقتل السلطانة كسام حتى أنه في كتير من المؤرخين بيقولوا أنه يوم يلي ماتت السلطانة كسام قرابة آلاف من الأشخاص توفوا من الجوع لأنه كانوا يعتمدوا على مساعداته أوليات شالبي المؤرخ الشهير كتب بمذكراته عن هاي الحادثة أم العالم أم العثمانيين زوجة السلطان أحمد أم عثمان قاسم بيزيد مراد الرابع وإبراهيم السلطانة الأم الكبيرة كسام خنقت على يدي رئيس خدمة القصر سليمان آغا قام بلف جدائلها حول عنقها وخنقها حتى استشهدت هذه المرأة المحسنة الكريمة عندما سمع أهل اسطنبول ما حدث أغلقوا الجوامع والأسواق لمدة ثلاث أيام وليال متواصلة كان هناك ضجة كبيرة قتل العديد من الناس في السر وفي العلن وعاشت اسطنبول حالة اضطرابة كبيرة السلطانة كسام كانت محبوبة كتير من الشعب وكتب عنا تاريخيا أنه كانت تتبرع كتير وتعطي من أموالها للناس والطبقة الحاكمة بالدولة ويقال أنه كانت كل سنة بشهر رجب تتخفى وتطلع من القصر وتروح تنظم بنفسها إجراءات إطلاق صراح المحبوسين بجرائم دين أو سندات أو أي جريمة بتكون ديتها مصاري مع عدل قتل طبعا بنت العديد من المباني بإسمه مثل جينلي جامي ومدرسي بجانبه بمنطقة أسكدار وبنت جامع صغير ومدرسي وبحرة مياه كسبيل في منطقة يينيكاب بإسم السلطاني الأم وكمان بمنطقة الفاتح وإيوب وبنت كمان مؤسسي بتهتم بتوفير احتياجات الحجاج بن المي على طول الرحلة وبتوفر المساعدات للناس الفقراء بالحرمين ويقرأوا القرآن بالحرم الشريف طول فترة الحج ومولت بناء خان السلطاني الأم لكبيري بإسطنبول هذا المبنى اللي كان بيقدم خدمات كتيري مثل توفير الإقامة للتجار الأجانب وتخزين البضائع وورش سكانية للحرفيين يعني ما كان بيصلح يكون ورشة عمل للحرفيين وكمان مسكن بالإضافة لغرف بتصلح تكون مكاتب للعمل والتجارة ومولت السلطاني كسام أعمال الري بمصر وساعدت الفقراء بمكة وكانت مشهورة بأعمال الخيرية وتحريرها للعبيد والخدم بعد ثلاث سنين من الخدمة سواء فعلا كانت أم ظالمة سببت بيئة الأولادة لطمعها بالسلطة أو كانت حاكمة رشيدة أنقذت السلطنة بأسوأ أيامها رح تظل السلطانة كسام واحدة من أهم الشخصيات النسائية في تاريخ السلطنة هي رمز للهيمنة الأنثوية بالدولة العثمانية وبحسب المستشرقين الغرب وعلماء التاريخ الغربيين والأتراك فهي ملكة بالفطرة لو حبيتوا قصة السلطانة كسام شاركونا تعليقاتكم وأراءكم على صفحات عن بلدي بودكاست على فيسبوك، انستغرام، وتويتر فيكن تسمعوا كل حلقات سيميت وشاي على أبل بودكاست جوجل بودكاست، ساوند كلاود، سبورتيفاي، وستيتشر كانت معكم نايا وسكاينة من عنا بلدي بودكاست اشتركوا في القناة